انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية مباشرة من أربيل الباحث والمحلل السياسي سيد محمد زنجن أهلا بك سيد محمد إذن ماذا يترتب على بيان الاتحاد الوطني الذي سيصدر اليوم وما هي تابعاته؟ نعم مساء الخير طبعا ما يحدث في السليمانية وفي هذه المناطق التي تخضع لنفوذ وسيطرة الاتحاد الوطني الكردستاني بالمناصفة مع حركة التغيير ما هو إلا بمثابة توجيه ضربة للمحافظة الجديد هفال أبو بكر الذي يرفض نفوذ الاتحاد الوطني الكردستاني تواجده في هذا المنصب وما هي إلا تصفية حسابات بين المتحالفين المتخالفين في هذه المنطقة بدليل أن السيد برهم صالح عندما نشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني توعدوه بالكثير مما نراه اليوم والسيد برهم صالح أيضا يريد عن طريق هذه المظاهرات أن يثبت ويقوي نفوذه في هذه المنطقة وأولا وأخيرا كل هذه المسائل ما هي إلا إما لإعاقة الانتخابات التي من الممكن أن تجرى في هذه الفترة أو فترة الثلاثة أشهر القادمة أو لإعاقة أو العفو لاستجداء الأصوات للحصول على مزيد من الأصوات وتبيان بأن هذه الأحزاب هي مخلصة للشعب لذلك أعتقد أن بيان الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقدم ولن يؤخر لأن الجماهير في السليمانية للأسف باتت مشوشة ومغوشة الفكر ولا تعرف بمن تصدق ولا تعرف مع من تكون في هذه المنطقة لذلك لا أعتقد أن هذا البيان سوف يترتب عنه نتائج مهمة في خضم هذا المشهد الذي تتحدث عن فرض الأحكام العسكرية في الإقليم وإيقافة تظاهرات هل برأيك سيدعو المركز للتدخل السيما أن العبادي حذر وأيضا دعا الحكومة إلى ضبط النفس وأيضا إلى ترك المواطنين يعبرون عن رأيهم وأحترام حرية رأيهم أيضا ما قاله العبادي هو أمر يثير الضحك بكل صراحة يعني العبادي لا يتحدث وكأنه مثلا رئيس لدولة مثل تركيا أو الإمارات أو حتى مصر يعني أن يكون فيها هو الأمر الناهي الوحيد وتكون المسائل كلها محصورة بيد الدولة العبادي يتحدث بنبرة إيرانية وبتصرفات إيرانية وبإعازات إيرانية لذلك أعتقد أن حكومة بغداد وأن المناطق التي تقبع تحت السيطرة ونفوذ حزب الدعوة والأحزاب المتنفذة في العراق هي الأولى بنصائح العبادي نعم الحكومة العراقية عن طريق هذه التي تسمى بالمظاهرة وهي ليست بمظاهرات بتاتة تريد أن تبسط سيطرتها على منطقة السليمانية تحديدا لأنها قريبة على الحدود مع إيران وإيران تريد أن تقوي نفوذها وسيطرتها عن طريق هذه المنطقة وهذه الخطة الثانية الخطة بي للسيطرة على أقليم كردستان بعدما سيطرت على كاركوك وأصبحت ذات نفوذ قوي في كاركوك بعد الخيانة التي حصلت في 16 أكتوبر الماضي لذلك أعتقد أن ما يقوله العبادي ليس إلا رسالة واضحة بأن الحكومة العراقية تريد إلغاء كيان أقليم كردستان والبداية ستكون من السليمانية ولو رجعنا إلى الماضي القريب قليلا هذه المظاهرات التي حصلت في بغداد وفي الناصرية وفي البصرة والتي نتجت عنها الكثير من أعمال الشغب أين كانت الحكومة العراقية منها وأين كانت الحكومة العراقية من حصة أقليم كردستان من الموازنة العامة العراقية المقطوعة منذ ما يقارب الأربعة أعوام من بغداد لذلك أعتقد أن كلام العبادي لا يشترى في الأقليم بأي ثمن ولا أعتقد أن الأقليم مهتم بالعبادي وخصوصا أن هناك مستجدات اقتصادية مهمة العراق جمدت عضويته في لجنة الشفافية العالمية منظمة الشفافية العالمية العفو والعراق يخضع لشروط قاسية أمام البنك الدولي لإقراضه الأموال هذين الشرطين يترتبان على فتح مطارات الأقليم وإيقاف الحصار الجوي على أقليم كردستان وصرف موازنة أقليم كردستان كل هذا سيد محمد برأيك كيف سينعكس نعم كيف سينعكس هذا على الأزمة بين بغداد وأربيل تحديدا هل سيجعل الأمر يذهب إلى العودة مجددا إلى الحوار أم أنه سيكون له تأثير سلبي على العلاقة بين بغداد وأربيل أنا لا أتصور أن يكون هناك حوار في هذه الفترة وفيما تبقى من هذه الأيام من العام الحالي أعتقد أن المسألة ليست إلا دعاية انتخابية وتبيان بأن العبادي هو رجل العراق القوي أعتقد مسألة الانتخابات أيضا تفرض على العبادي أن يكون بعيدا عن أقليم كردستان بالعكس من ذلك المالكي يدعو إلى الحوار مع أقليم كردستان وقد أصبحت للأسف مقاييس الوطنية في العراق لا تقاس إلا بالوقوف ضد الكرد وضد شعب كردستان وتحديدا ضد الحزب الديمقراطي الكردستاني لكن أنا أتوقع في وسط الشهر القادم وشهر يناير من عام 2012 من الممكن أن يشهد الطرفين بعض الأطراف الحديث مع بعض عن طريق نواب من البرلمان أو لجان معينة لذلك أعتقد أن ما يطالب به العبادي بالعودة إلى حدود 2003 سوف تفرض عليهم أيضا بالعودة إلى قبل 2003 سيد محمد لو سمحتني فقط أن أذكر بهذا الخبر العاجل الذي وردنا الآن أن حركة التغيير والجماعة الإسلامية أيضا في عينان الانسحاب من إقليم كردستان يعني ما هو رأيك في هذا الموضوع كيف تعلق على ذلك؟ نعم حركة التغيير أعتقد وزراءهم مقالين عاد فقط السيد وزير المالية بعد أن انشق عن حركة التغيير الجماعة الإسلامية لديها وزيرين وزير بلا وزارة ووزير الزراعة أعتقد هذه المسألة جاءت متأخرة وجاءت بعد ضبابية شديدة وكبيرة المشكلة هي مع حركة التغيير وليست مع الجماعة الإسلامية الجماعة الإسلامية ربطت مصيرها بمصير حركة التغيير لأنها أرادت أن تفتعل أزمة سياسية لزيادة نفوذها في هذه المنطقة كما فعل الاتحاد الإسلامي قبل سنوات في منطقة زاخو وبذلك تغلب بنفوذه على الجماعة الإسلامية أعتقد كل هذه المسائل باتت واضحة جداً وانسحاب من عدم انسحاب هذين الحزبين من الحكومة في أقليم كردستان لن يؤثر كثيراً لأن أصلاً حركة التغيير غير متواجدة ووجود الجماعة الإسلامية في حكومة أقليم كردستان غير مهم وغير ضروري لذلك أعتقد أن هذه المسألة مع أنها من الممكن أن تنعكس بعض الشيء سلباً على هذه الحكومة ولكنها لن تؤثر كثيراً لأن خمس وزراء من حركة التغيير يدارون خمس وزارات تدار من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني وأعتقد أن هذه المسألة لن تسبب خلخلة كبيرة في صفوف حكومة الأقليم سيد محمد هل سيلجأ الأقليم برأيك إلى المجتمع الدولي فيما يخص ملف رواتب الموظفين في الأقليم لا سيما بعد تأزم الوضع كما شاهدنا وكما رأينا في الأيام القليلة الماضية مسألة رواتب الأقليم لا أعتقد أن الحكومة العراقية سوف تدفع سنتاً لأقليم كردستان لأنها ماضية في طريقها لإلغاء كل ما يتعلق بأقليم كردستان حتى في الكتب الرسمية أحياناً تذكر محافظات أقليم كردستان بالمحافظات الشمالية وهذا حتى صدام حسين لم يكن يقولها كان يقول كردستان برغم من كل جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب الكردي وضد شعب كردستان نعم الأقليم هو ماضي في دربه لوجود حلول دولية ولوجود أطراف دولية تتدخل في حل حلة الأزمة مع بغداد وهناك أيضاً زيارات لسيد رئيس الحكومة كانت إلى فرنسا واليوم إلى ألمانيا وهناك أيضاً زيارة مرتقبة إلى بريطانيا أعتقد بعد رأس السنة لكن أعتقد أن الحكومة العراقية في هذه الفترة الحكومة العراقية المفلسة والتي تعاني من الكثير من العجوزات في الموازنة وفي الكثير من الأشياء لن تدفع سنة واحدة للأقليم مهما كانت الضغوطات الدولية ومن الممكن أن تخضع لبعض الضغوطات الدولية في بدايات السنة الجديدة ولكن كل المحاولات لا أعتقد أنها سوف تكون لها فائدة لأن الحكومة العراقية ماضية في طريقها لإلغاء أقليم كردستان وهذا سيشكل خطراً كبيراً جداً على المنطقة لأن النفوذ الإيراني سوف يتزايد شيئاً فشيئاً وهذا مرفوض تماماً من قبل كل المجتمع الدولي شكراً الباحث والمحاللة السياسية سيد محمد زنج أنا كنت معنا من أربيل مباشرة عبر الأقبان الصناعية